السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتحدث على العملات الكلاستيكية التي أظهرت إيجابية جيدة اليوم ضروري أن تواكب موجة الارتفاع كل مرة يرتفع نوع من العملات بدأوا بالنوع الأول هم عملات الديفاي قاموا برفع أسعارهم اليوم بدأنا نرى العملات الكلاستيكية مثل XRP, Stellar, Cardano, Ethereum, Yos والكثير من العملات هناك من العملات الكلاستيكية وهناك من العملات الغير كلاستيكية التي ارتفعت اليوم البيتكوين حاليا يستقر في أسعار 18674 دولار حاليا وصل إلى حدود 18965 هذا السعر كان قد حققه سنة 2017 كان الصعود التاريخي ولكن هناك الكثير من الفروقات ما بين سنة 2017 و2020 لاحظنا استقرار السعر في هذه الأسعار لم نرى رجوع السعر إلى مناطق الأربعة عشر ألف دولار أو العشرة آلاف دولار عكس سنة 2017 عندما وصل واقترب إلى مناطق العشرين ألف دولار وراءه كان ضم قوي حاليا لازل البيتكوين في أسعار جيدة الثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وستين الآن نبدأ الحديث على العملات الكلاستيكية أولهم عملة XRP التي لاحظنا الارتفاع الذي حققته اليوم وصل لسعر نأخذ السفر فاصل واحد وأربعين قام بعمل البريك آوت منذ تقريبا منذ ثلاث سنوات اليوم قام بعمل البريك آوت وصل إلى سعر السفر فاصل ثلاثة وأربعين هناك سيولة ضخمة تدخل لعملة XRP في هذه الأثناء تقريبا حاليا على منصة الباينانس تداول XRP على الدولار خمسمائة وثلاثة وأربعين مليون دولار فقط بزوج الدولار على منصة الباينانس بدون أن نذكر لكم البيتكوين والعملات الأخرى نأخذ على الكون ماركت كاب عملة الريبل عملة معروفة الكل يعلم مشروع هذه العملة عملة XRP من بين أكبر المشاريع الآن بدأت تظهر لنا الإيجابية قاموا بطرح تطبيق خاص بهم يمكنك أن تستخدم هذا التطبيق في أي مكان وفي أي وقت وبدون مركزية يمكنك إرثال المال واستقبال المال عن طريق هذا التطبيق الذي تم طرحه البارحة من مشروع XRP العملة لديها الكثير من الشركات مع أكبر البنوك من بين الشركات القوية شركة مع السويفت شركة مع موني جرام وهناك العديد العديد لو أخذنا المعلومات الأولية الماركت كاب الخاصة بالعملة 18 مليار دولار الفوليوم اليومي يعني ضخم محترم 14 مليار دولار كم يروج في العملة حاليا 45 مليار الماكس سبلاي 100 مليار العملة لا تدخل في ستيكين ولكن حاليا بدأت مرحلة الارتفاع ضروري سترتفع لأن العملة الكلاستيكية بدأت ترتفع ننتقل إلى العملة الثانية والتابعة لعملة XRP وأيضا بدأت تظهر لنا الإيجابية عملة ستايلر هي الفورك التابعة لعملة XRP XRP مختصة فقط في التحويلات المالية لديها فقط مجال التحويلات المالية والسرعة والأمان أتى مشروع ستايلر الأشياء الغير موجودة في الريبل موجودة في ستايلر كمثال الديفاي سيتم طرح الديفاي لعملة ستايلر أيضا من العملة القوية سيقومون بطرح ستيكين الخاص بهم لديهم سمارت كونترا لديهم منصة لا مركزية يمكنك أن تشري الدهب وباقي المعادن والأشياء المعروفة مثل الأسهم العملة هي كوين كانت بها في الأول 100 مليار قاموا بحرق 50 مليار أصبحت فقط الماكس سبلاي هو 50 مليار ما يروج في العملة حاليا 21 مليار الفوليوم اليومي محترم 573 مليون الماركت كاب 2.1 مليار دولار لديهم الكثير الكثير من الشراكات نعطيكم بعض المعلومات المهمة لهذا المشروع الكل يعرف شركة الأبأم الأمريكية والتي تقريبا تشغل مع 75% من البنوك الموجودة في العالم لديهم فريق بلوكتشين خاص بهم أبأم فرع بلوكتشين ضروري هم في مجال تحويلات المالية والبنوك ضروري أن يواكبوا الموجة ويكون لديهم فرع البلوكتشين البلوكتشين الخاص بأبأم هو مبني على البلوكتشين الخاص بستيلر لديهم شراكة مع المايكروسوفت لديهم شراكة مؤخرا قاموا بعمل شراكة مع شركة السامسونج عملة قوية من المشاريع القوية التي فردت نفسها من مد سنين عديدة عملة ستيلر ننتقل إلى العملة الأخرى والتي قلتها لكم مسبقا عملة اللايت كوين عندما كانت في سعر الواحد وسبعين دولار حاليا ارتفعت إلى حدود السبعة وثمانين دولار حاليا خفضت الاستصحيح لأسعار الخمسة وثمانين دولار الماركتش كاب الخاصة بها خمسة فاصل خمسة مليار دولار الفوليوم اليومي محترم ستة فاصل أربعة مليار دولار ما يرج في العملة خمسة وستين مليون الماكس سبلاي أربعة وثمانين مليون تحدثنا عليها أكثر من مرة فقط نريد أن نذكر بالعملات الكلاستيكية هي نفس الخوارزمية الموجودة في البيتش كوين هي موجودة في اللايت كوين عملة معروفة قوية من العملات القوية الكلاستيكية أيضا ستواصل ارتفاعها عملة الكاردانو أيضا من العملات الكلاستيكية والتي أظهرت إيجابية جيدة اليوم نرى يعني نعتدر في الأول لم نرى الحد الأقصى والحد الأدنى الذي وصلت بهم الأسعار التي وصلت بهم هذه العملات الماركت كابة الخاصة بالكاردانو 3.9 مليار دولار سعرها حاليا 0.127 الفوليوم اليومي 1.3 مليار محترم الفوليوم ما يرج في العملة 31 مليار الماكس سبلاي 45 مليار مشروع العملة في البلوكتشين من العملات الكلاستيكية والعملات القوية المعروفة كما تحدثنا مسبقا في الأول فريق الكاردانو كان هو فريق الأتريوم كيف أنشئت هذه العملة فريق الأتريوم كان فريق كبير كان كل شخص يقول مثلا نحن مع هذه الخاصية لا نريد أن نغير هذه التكنولوجيا هناك بعض الاختلافات في فريق الأتريوم ماذا حصل؟ انقسم فريق الأتريوم على اثنان الفريق الأول بقى في الأتريوم والفريق الثاني قاموا بإنشاء مشروع الكاردانو عملة الكاردانو من العملات القوية والمعروفة والذيها تقى كبيرة من المستجميرين العملة تعدن تدخل في ستيكين لديهم سمارت كونترا لديهم العديد من التقنيات التي ستطرح لهذه العملة نرى الأسعار التي وصلت إليها هذه العملة كانت وصلت سنة 2018 إلى 1.33 دولار أقل مبلغ بدأت به هو 0.017 سنة 2017 من العملات الكلاستيكية القوية كنا قد تحدثنا على مشروع هذه العملة أكثر من مرة ننتقل إلى العملات الأخرى الجيدة والتي تظهر لنا الإيجابية الأتريوم لا داعي لكي نتحدث عليه يتحدث على نفسه أيضا من العملات القوية الكلاستيكية طريق إلى الألف دولار مفتوحة للأتريوم عملة قوية قوية جدا أكبر منافس للأتريوم أيضا من العملات التي ستواصل الارتفاع أعطيكم معلومة في سنة 2017 الماركت كابة الخاصة بالإكس أربي يعني اقتربت من الماركت كابة الخاصة بالبيتكام وصلت الماركت كابة الخاصة بالإكس أربي 145 مليار دولار وأخذت المركز الثاني وحافظت عليه لأكثر من ثلاث شهور هذه بعض المعلومات التي نعطيها لكم نواصل حديثنا على العملات الأخرى عملة الداش أيضا من العملات الكلاستيكية القوية والتي تظهر الإيجابية أيضا هي الأخرى عملة الداش من العملات القوية كلاستيكية أيضا أظهرت الإيجابية حاليا في سعر التسعين دولار لديها العديد من الأشياء التي تميزها عن باقي العملات كل العملة وتأتي بتقنية خاصة بها تحدثنا عليها أيضا ولكن ضروري اليوم قلنا نتحدث عن العملات التي أظهرت إيجابية هناك سنف أعطى الإيجابية وهناك سنف لم يعطي الإيجابية لاحظت في هذا الإرتفاع يقومون برفع كل سنف إذا رأيت الآن سترى كل عملة الدفاي منخفضة وكل العملات الكلاستيكية مرتفعة لذلك حاول أن تأخذ لك نظرة أولية أولا عندما مثلا تفتح البايننس ماذا تفعل تحاول أن تناقش أنت ونفسك فقط تنظر للبايننس ما هي العملات المرتفعة مثلا أرى العملات الآف أرى عملات الييفي أرى عملات الميكر الكومب مرتفعة العملات الأخرى مثلا XRP, Stellar, Cardano, Ethereum منخفضة هنا ضروري سيكون لدي استنتاج أن عملات الدفاي ترتفع حاليا هناك موجة الدفاي والعملات الكلاستيكية منخفضة ضروري سيأتي الوقت على العملات الأخرى هذا ما لاحظته أنتم أيضا ستلاحظون هذا الكلام ستقول لاحظت هذا الشيء لاحظت أن الآن العملات الدفاي تنخفض والعملات الكلاستيكية ترتفع حاول أن تواكب الموجات لكي تستفيدها مع كل صنف الماركت كاب الخاصة بالعملة 885 مليون دولار تستحق هذا الماركت كاب الفوليوم اليومي محترم 571 مليون دولار ما يرش في العملة 9.8 مليون الماكس سبلاي 18 مليون و 900 ألف العملة كوين تعدا لديها هايبريد هذه العملة لديها البروف أوف وورك والبروف أوف ستيك البلوكتشين لديها أيضا البلوكتشين للعامة يمكنك مثلا إذا قمت بعمل تحويل لشخص معين يمكنك أن سواء تظهر ذلك التحويل أو تحتفظ به كخصوصي هناك بلوكتشين خصوصي وهناك بلوكتشين عام هذه العملة تجمع بين الاثنين هناك بعض العملات التي لديها فقط بلوكتشين خصوصي كمثال الفيرج الزيكاش المونيرو وبعد العملات الأخرى هذه العملات لديها بلوكتشين مخفي المهم لنريل إطالة نرى الأسعار التي وصلت إليها هذه العملة نرى الأول تايم هاي 1642 دولار وصل سعر 11 سنة 2017 أقل مبلغ بدأت به هو 0.21 سنة 2014 من العملات الكلاستيكية القوية الآن نأخذ بعض العملات الأخرى التي رأينا بها إيجابية أيضا عملة اليوس عملة اليوس كانت السبب الرئيسي في انخفاض وارتفاع عملة الأتريوم سنة 2017 أول آي سيو يجمع تقريبا 2 مليار دولار قيمة كبيرة يعني 2 مليار دولار من الأتريوم هي قيمة كبيرة معها ارتفع الأتريوم لأكثر من ألف دولار ثم قاموا ببيع الأتريوم أصحاب هذه العملة عملة قوية صينية العملة هذهها البروف أوف ستيك هذهها السمارت كونترا عملة تتميز بشعبية كبيرة في الصين سيقومون بطرح المنتوج الخاص بهم الديفاي ارتفعت نارا إلى أي حد ارتفعت ارتفعت إلى حدود نارا تقريبا 22 دولار أقل مبلغ بدأت بسنة 2017 0.48 البارحة كنت قد تقسمت معكم خبر الكاتيم ستواصل الارتفاع عملة الكاتيم عملة الكاتيم من العملات القوية خصصت ما يقارب الواحد مليار دولار لمشروع الديفاي الخاص به من العملات القوية كنت قد أوصيت بها البارحة عندما وضعت الفيديو ستلاحظون الفرق ارتفعت من البارحة إلى اليوم الماركت كاب الخاصة بها 257 مليون لا تستحق هذه الماركت كاب بتاتا لأنها قليلة بالنسبة لهذا المشروع الماركت كاب الخاصة بالكاتيم سنراها فوق الـ 500 مليون دولار الفوليوم اليومي محترم 446 مليون دولار ما يروش في العملة حاليا 197 مليون الماركت سبلاي هو 107 مليون فقط تبقت تقريبا 10 مليون على الماركت سبلاي الخاص لهذه العملة سنرى إلى أي حد وصلت هذه العملة وصلت تقريبا إلى حدود نرى تقريبا 100 دولار أقل المبلغ وصلت إليه هو 0.77 عملات الكاتيم من العملات القوية قمنا برفع هذا الفيديو لكي نحاول أن نعطيكم شيء تستفيدون منه ضروري أن تواكب الموجة مثل رأيت عملات الديفاي ترتفع أدخل مع الديفاي ارتفعت عملات الديفاي حققت ربح أبيع انتقل لعملة العملة الكلاسيكية سأراها انخفضت learning ادخل إليها ترتفع عملت الكلاسيكية العملات الديفاي تنخفض أبيع العملات الكل classic طرحنا لكم عملات الديفاي أفضل المشاريع حاليا طرحنا لكم أفضل مشاريع العملات الكلاستيكية ولو لم نتحدث على كل العملات سنضع فيديو آخر إن شاء الله غدا لنكمل لكم سلسلة العملات الكلاستيكية الجيدة إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا تفاعل معنا والضغط لايك لهذا الفيديو لكي يصل لأكبر عدد من المشاهدين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته